اشتركوا في القناة بكل حاجة إن شاء الله تكون جيدة ونستطيع أن نفوس في هذه المباراة كيف نستطيع أن نفوس في هذه المباراة؟ أنا شايف حظوظه الأهلي أفضل من وجهة نظر الشخصية برغم أن فرقة التراجي فرقة متماسكة خد بالك لها طرقتين مختلفتين في اللعب يعني في الدور بلعبه بطريقة وفي إفريقيا بلعبه بطريقة مختلفة شوية عندهم حذر شديد في اللعب في إفريقيا دايماً بيقفلوا بشكل جيد بيعتمدوا على السرعات بتاعة اللعيبة اللي قدام عندهم الأجنبي البرازيلي اللعيب كويس أعتقد هو هداف الفرقة بيخد بالك وبيجيدوا في اللعب بره ملعبهم كمان أفضل من جهة الملعب أنت خد بالك يا إسلام الفرقة الكبيرة خد بالك بتعرف تأفل كويس وعندها إمكانيات وقدرات هجومية بتعرف تلعب بره ملعب كويس قوي يعني حتى الأهل السرعات ياخد بالك الأهل السرعات بيقفل كويس جداً بره وبعدين عنده فرص كتيرة جداً إنه هو يسجل أهداف عنده مهارات فقدية عنده سرعات المجموع المجموع المجموعية بتناس قمع طبعاً طبعاً هي مشكلة الدفاع إيه أو مشكلة الفرقة اللي بتلعب من نص ملعب إيه إنه ما باش عنده إمكانياته جميع جيدة لكن الفرقة الكبيرة ببعندها إمكانياته جميع جيدة الأهل اللي عندهم كتيراته جميع هم برضو عندهم قدرته جميع جيدة فهم فرقة جيدة لكن الأهل يقدر يكسب الأهل طبعاً يقدر يكسب بره الملعب وخاصاتهم في المباراة الأولى بتبقى فيه نوع من التوتر والقلق والاستعجال شوية عند الفرق وده وضع طبيعي خد بالك ده وضع طبيعي عند الفرق الملعب على ملعبها طبعاً وده وضع طبيعي مع كل الأندية يعني أنا دايماً أحب المباراة الأولى تبقى بره ملعبي ليه؟ الفرق اللي قدامك بتبقى متوترة شوية متسربعة شوية عايزة تخلص الماتش بسرعة ممكن يبقى ده على حساب التوازن الدفاعي بس ده مع الفرق العادية ولكن الترجي وجهت نظري أنه عنده شخصية البطل يعني الترجي من الفرق الكبيرة والعظيمة وكذا وكذا يعني من الفرق المتيجي تتكلم في أفريقيا على 3-4 فرق لازم حتقول اسم الأهلي مثلاً والترجي صح فبالتالي أنا بشوف أن الترجي لأ مش هيبقى مستعجل قوي زي مثلاً ما بتلعب سانداونز حتى يعني بالعكس سانداونز ممكن يكون مستعجل وعايز لكن أنا بالنسبة لي الترجي لأ شخصيته وشخصية البطل ممكن تفرق معي آه بس خد بالك تنساش نو ما بيلعبوا الأهلي وده موضوع مختلف تمام يعني الأهلي غير برضو سانداونز السانداونز فرقة بتعتمد على الكرة الحلوة اللطيفة اللجومية بره ملعبوا بيحاول يجذبك في أجواء مختلفة شوية تلعب العصر في الحر يعني في أجواء مختلفة ما برغب أنهما لأي بيتكورة كويسين جداً طبعاً يعني فرقة منظمة جداً وفرقة عندهم يعني إمكانات وقدرتهم جميع جيدة جداً بس ممكن يكون عندهم مشاكل في الحتة الدفاعية بس يخد بالك الأهلي مع الترجل موضوع مختلف خالص موضوع مختلف. الأهلي الأفوأ في الفترة اللي فاتت. تمام؟ الأهلي واخد البطولة الإفريقية السنة اللي فاتت. الأهلي وصل للفاينال السنة اللي قبلية اللي فاتت. الأهلي واخد البطولة السنة اللي قبلية. الأهلي يعني ملعبه في الفاينال وسط جمهوره. الألاف الكثير اللي هتوبography وجودة مع القدرات والإمكانيات اللي موجودة عند العابة الأهلي. لمباراة في القائرة؟ مش هتبقى سهلة بالنسبة للترجLP. يعني مش هتيجي النهاردة تروح هناك مثلا تتعادل والتراجي يقولك ايه انا عندي امال ان انا اكسب الاهل في القاهرة الامر مش هيقص بالشكل ده على الاطلاق والاهل كمان مش فرقة مجاسفة اوي يعني ممكن ايه ساندونز يبقى فرقة مجاسفة جدا على ملعبه يفتح خطوطه وبيهاجم بكل اللعيبة وما عندوش مشاكل في الحتة الدفاعية فعشان كده ممكن لها تقدر تسجل فيها هدف زي ما عمل التراجي وفرقة ساندونز من الفرقة اللي بتستعجل اوي المكسب اوي يعني مثلا لو عدى شوط وهو متعادل اللي هتلاقي الشوط التاني بتده فتح زيادة بتده هاجم ازياد بتغيرات كلها بيتيجومية على حساب الحتة الدفاعية لو تفتكر حتى كمان ما تشوم معنا هنا في القاهرة انت الشوط التاني السنة القابلة اللي فاتت مع فرقة ساندونز انت كممكن تسجل تاتار بعدها بكورتين في انتعادلت بس كورتين في العرضة وهجماء وانفراضين ضيعين فلا التراجي اكيد عامل حساب بفرقة الاهلي كواس عامل حساب ان المبارات القاهرة مش طبق مبارات سهلة لا فنيا ولا حتى جامهريا ولا وهيبقى مضغوط طول المباراة وانت عندك جمهور يحرك الصخر زي ما بيقولوا يعني فماتش التراجي هناك وبرضو ماتش مش سهل على الاهلي وضع طبيعي لان زي ما انت قلت اسلام هم فرقة بتعرف تلعب النهائيات يعني التراجي من فرقة السنة دي مش هتوصل في المجموعات لوصلت للنار لفرقة بتكسب سانداونز وبتكسب بيترو اتليتكو وبتصعد للفاينال عشان يلعب فرقة النادي الاهلي فواضح انهم اخدوا الامر تدريجي يعني واحدة واحدة بداية مش احسن حاجة ودي سمت الفرقة الكبيرة اكيد خد بالك ما هو نفس سيناريو الاهلي السنة اللي فاتت لو تفتكر نادي الاهلي بلعب الهلال ومستني مباراة الهلال وصنداونز الهلال بيتعادل مع صنداونز اه طبعا ويضيع ضرب الجزاء فتبتدي انت خلاص روح البطل تظهر عليك مرة تانية فتبتدي خلاص تحسن ان البطولة ما ضعيتش والفرقة الكبيرة لما البطولة يعني لما بيجي لك امل بتمسك فيه خلاص ايدي سمات الفرقة الكبيرة يعني عارف انت اي الفرقة الكبيرة دايما لما بتخش البطولة بتبقى عاملة زي ما تشات البوكس كده لو خدت بوكس وموقعتش خلاص يبقى الجين بتاعك خلاص يبقى بتاعك لان انت هتقوم هتنطفد مرة تانية هتبدأ تدافع عن لقبك مرة تانية هتبدأ تدافع عن اسمك مرة تانية الروح هترجع لك مرة تانية هيدي الفرقة الكبيرة ماتش فنيا صعب اعتقد انه ممكن يبقى ماتش مقفول حتى في الشط الاول كمان ماتش مقفول الترجي هيبدأ ضاغط على النادي الاهلي مش هيبدأ زي ما بدأ مع سانداون على الاقل الشط الاولاني هيبقى عايز يضغط ويعمل ويستغل الجمهور ويستغل كذا ما محرفش ترأيه بص مع النادي الاهلي الامر هيبقى برضو صعب شوية اوكي اتبالك انت انت عندك ميزة في الخط الامامي ميزة رهيبة جدا مش موجودة عند فرقة كتيرة عند لعيبك عند فرقة كتيرة انت عندك الثلاث الامامي في غالب عندهم سرعة عندهم مهارة تقدر تلعب على الكاونتراتاج بشكل كويس واعتقد ان ميستر كولر هيشتغل على الحتة دي انك تقفل بثلاثة في نص ملعب ثلاثة في نص ملعب يبقى امام عشفور هم هو رقم تمانية ويقوم بدور رقم عشرة نفس التوقيت تمام ويبقى عندك الثلاث الامامي يشتغلوا في الكاونتراتاج او العجمات المرتدة السريعة ده اعتقد الاهلي يشتغل كده لو الترجي فتح الخطوط وابتدى يلعب النادي الاهلي جيم ضاغط اكيد هيبقى في مسحات مليار في المية هيبقى في مسحات تقدر تستغل المسحات دي واخد بقى لكفرة الترجي من اللي انا بشوفه يعني بيبقوا برضو يعني عارف مشدودين قوي على ملعبهم تحديدا على ملعبهم يعني انت لو جيت تشوف المتش بتاع سانداونز عندهم وسانداونز بره ملعبهم اتلاقي الاداء كان متزل افضل بكتير جدا جوه ملعبهم لقى سانداونز بيروح وبيهاجم وبيضيع فرص وبيستحوز انت راحوا بفرصتين واحدة جات في العرضة وتردد والتاني يسجلوا هدف ترجي لكن سانداونز طول المباراة هو مستحوز هم بيبقوا قلقين متوترين جوه ملعبهم خاصة في المباراة الاولى دي اللي انا بقولك عليها ان انت بتلعب ماتش عايز تكسب نفس الوقت مش عايز تخسر تمام عندك تحدي كبير بتلعب قدام فرقة كبيرة بتلعب قدام فرقة منظمة زي في رbreak النادي الالي بتلعب قدام فرقة عندها اسلحة هجومية كبيرة جدا هو اسوأ حاجة تقابل اي مدير فني بلعب انا ما علعبو اني لعب فرقة عندها اسلحة هجومية كبيرة جدا الاهلي عنده اسلحة هجومية رهيبة جدا مهارات فردائية موجودة سرعات موجودة لعيبة بتعرف تسجل اهداف موجود فيقلأ انهو يفتح الجيم قوي فبالتالي يسيب مسحات فالأهل يقدر يستغل المسحات اللي موجودة عنده دي